انفجرت سيارة ملغمة وعبوة ناسفة قرب مقار حكومية في العاصمة الليبية طرابلوس حسب ما ذكرت مصادر إعلامية في المدينة وقالت المصادر إن التفجيرين الذين وقعوا قرب مقر وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي لم يسفروا عن سقوط ضحايا وأوضحت أن سيارة انفجرت قرب الخارجية في حين نجم التفجير الثاني عن حقيبة ملغمة قرب الجسر المقابل للمجلس الرئاسي بقاعدة أبوستا البحرية